من هو الإله الذي تعبده؟ أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان اليوم أنا راح أتكلم عن من هو الإله الحقيقي الإله الذي نعبده أو أعبده راح نتكلم عن مقارنة بين الإله الحقيقي وآلهة الأمم في البداية بحب أقرأ بعض الآيات من سفر أعمال الرسل إصحاح 17 من آية 22 فوقف بولوس في وسط أريوس باقوس وقال أيها الرجال الأثنيون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيراً لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً مكتوباً عليه لإله مجهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك المصنوعة بالأياد ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفساً وكل شيء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد مننا ليس بعيداً لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضاً لأننا أيضاً ذريته فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللهود شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدماً للجميع إيماناً إذ أقامه من الأموات يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا اليوم